بما أن أغلب المنضمين للمادة هم لديهم هدف تعلم اللغة لإستعمالها عندما يكونوا سوح أجانب في الخارج إما في بلد يتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أم أو في بلد آخر ممكن أن نستعمل فيها الإنجليزية كتول للتواصل مع الشعب هناك وقضاء أغلب حاجاتنا مع حوالي 120 كلمة وعبارة والتي من شأنها أن تستغرق مجموعة الأربع إلى 6 ساعات من الدراسة المتأنية لتعلمها يمكنك التعامل مع المتطلبات الأساسية وقضاء أغلب حاجاتك وممكن أن تشمل هذه الحاجات كالاجتماع مع الناس، تحيتهم، كونك أن تكون مهذبا وتستعمل عباراتك من فضلك شكرا لك، أعتذر كالذهاب للتسوق، طلب الطعام، البحث عن الاتجاهات، قراءة الإشارات كالإشارات التي تجدها في الشارع، في المطار، في المول، أو إيجاد مكان حتى للبقاء التحدث عن الذات، والتحكم في مدخلات اللغة هذا الشيء لا تحتاج إلى معلم لغة إنجليزية ولا تحتاج أن تنظم لمؤسسة تعليمية كل حين تعلم عبارات معينة، مارسها من وقت لآخر، استرجعها، استدعيها حتى تثبت لديك في ذاكرة طويلة الأمد وتستطيع استدعاها في المواقف الحقيقية مع الوقت حاول أنك توسع، إذا كان هذا هدفك الوحيد، حاول توسع دائرة هذه العبارات والمفردات حتى تكون أعمق وأكثر، وهي ليست بالأمر العسير على أغلبنا وهدف جيد، بسيط، ممكن تحقيقه في فترة قصيرة ليست بطويلة أيضاً بما يخص البحث عن الكلمات والعبارات المفيدة البعض مننا يجد كلمة معينة ولكن لا يستطيع استعمالها ولا يستطيع وضعها في نص معين ولا يعلم أيضاً كيفية استعمالها في الكتابة أو كيفية استعمالها في المحادثة جبت لكم اليوم تول، ممكن بعضكم يعرف هذا التول ولكن ما يعرف كيف يستعمله اسمه كنكر دينسر، هذا ممكن أن يكون ويبسايت على جوجل نبحث عن طريقه عن كلمات وعبارات أو ممكن أن يكون أبلكيشن أنتم تسولوا داول لابد على سطح المكتب عندكم وتستعملوا من وقت لآخر بدون إنترنت وبدون رسوم معينة طبعاً هو زي ما قلت بروغرام where you type in a word or a phrase or two or more even words and the program search for examples of these in collections of text إذن أنت تضع كلمة أو أكثر من كلمة أو تضع حتى عبارة هذا البرنامج كفيل بأنه يبحث لك عن أمثلة متعددة عن طريق الإنترنت تم استخدامها في اللغة الإنجليزية بنصوص مختلفة فعلى سبيل المثال، لو سوينا type لكلمة معينة ممكن يطلع لك كم مرة في اللغة الإنجليزية تم استعمال هذه الكلمة فمثلاً يقول لك تم استعمالها أكثر من 500 مرة وهذه أمثلة على النصوص التي تم استعمالها فيها تم استعمالها كفعل في مثلاً 50 موضوع تم استعمالها كاسم في 40 موضوع ويضع لك الإكزامبز لترى كيف تستعمل بشكل صحيح سليم هي أداة رائعة وتستحق للأمانة أن تقضي عليها ساعات لترى كيف تستعمل بشكل جيد ثم تبدأ أن تكون أداة يتم الاستفادة منها من حين إلى آخر ممكن أن نستعملها لأسباب عدة لأنها تساعد الشخص مننا على رؤية نطاقة الكلمة أو العبارة ومعرفة الأكثر شيوع منها وكذلك توضح لك الأمثلة كيفية استعمال الكلمة نفسها أو العبارة فممكن إحنا ما نتعلم الجرامر بشكل إكسبلسيت أو إكسبلسيتلي بشكل صريح ولكن نتعلمه بشكل أمبلسيتلي بمعنى ضمني يعني أنا ما أحط ورقة وقلم وأنوي تعلم الجرامر القواعد النحوية ولكن من خلال مشاهدتي لهذه الكلمة وسط النص أتعلم مع الوقت كيفية استعمالها بقواعد نحوية صحيحة سليمة يمكن أيضا أن يساعدك هذا في معرفة مدى تكرار الكلمة أو العبارة في اللغة الإنجليزية فلو يوجد مثلا في بعض الكلمات تكرارها قليل جدا في اللغة فتعتبر من الكلمات التي اندثرت في اللغة فتتجنب تعلمها لأنها غير مفيدة ولن تواجه مواقف تستدعيك لتعلمها يمكن أيضا أن توضح لك الأمثلة مجموعة الكلمات المرافقة لكلمة معينة بمعنى أن هذه الكلمة عادة إيش وحاط فيها من كلمات أخرى باللغة هي جدا مفيدة عندنا هنا رابط يوتيوب مرفق لكم في الباوربوينت لتشاهدوا يساعدكم على كيفية استخدام هذه الأدى وأتمنى أن تتابعوه أيضا لدينا مصادر متاحة لاستعمال هذه الأدى لدينا أكثر من مصدر أحد هذه المصادر سأوريكم الآن عليه تجربة لنرى كيفية استعمالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر